بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا النهاردة هنتكلم في موضوع حساس ومهم جدا جدا موضوع في الحقيقة فيه تحول في الشخصية المصرية في الشارع احنا كان عندنا الشارع في مصر مما حصل كان بيبقى امان على المرأة امان على الست كانت تمشي الناس كلها بتحاول تحميها وخاصة اهل مكانها وكان عندنا مصطلح بنت الحتة وانت الشارع اللي لازم تتحمي من جدعان الشارع انتوا طبعا عارفين انا بتكلم النهاردة عن الموضوع ده ليه الشارع بقى فيه حاجات لازم نقومها لازم نقف صدى ما ينفعش ان فيه امرأة مش بس ان حياتها تنتهي في الشارع على ايد حد لكن كمان ما ينفعش كمان ان هي تتعرض لاي نوع من انواع العنف وخطر في الشارع لان الحقيقة ان الشارع بيبقى مرآة للحياة ولو حبيت اعرفكم الشارع عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله ايه فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفنا ان الشارع ده محل الامان او الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حديث بديع يتكلم بابه وامي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن اشياء لابد ان نوفرها للطريق نوفرها للشارع الطريق يعني الشارع الشارع ده اللي هو مفروض شارع يعني شرع يعني فتح على الامان فتح عشان الناس تقضي مصالحه فتح عشان الناس تحس ان حياتهم ميسرة لكن ما ينفعش ان الشارع ده تنتهي في حياة الناس لاي سبب من الاسباب وخاصة لو كان الناس دي امرأة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اي لنا استوصب النساء خير ولا ينفع ان هي تتعرض لخوف ولا رعب ولا تبقى في شوارع ما ابتعرفش تمشي فيه من مرأة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفنا ازاي نتعامل مع الطريق اللي هو الشارع قال اياكم والجلوس في الطرقات يعني ما تحولوش تخلو الطريق محل تهديد او ما تحولوش تخلو الطريق ضيق على الناس لازم الطريق ده يبقى حالة من حالات السلامة للناس فالصحابة على طول رحوا كلمين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات ما تدعوش الطريق على الناس ما تقعدوش في الشارع والشرع ده بس للممر والذهاب للحاجات فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا احنا ضروري نتقابل نتقابل عشان صفقتنا نتقابل عشان أعملنا فلازم نتقابل في الشارع فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها بنلتقي فيها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فاذا أبيتم إلا المجالس يعني ما كان كان ضروري اللي انتو تعوده في الطرقات فأعطوا الطريقة حقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال غضوا البصر ما فيش حد يتبصله بصة تخليه يخاف أو يستحي أو يحس ان حد بين يسفل لحم غضوا البصر وكفوا الأذى يعني اي حد يتعرض لأذى نأمنه وردوا السلام وانتو عارفين دايما ان انا بقول رد السلام رد السلام معناه ان المكان يبقى سالم يبقى محل للسلام وللأمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تبص للحديث ده كله كده تقول كل مفردات اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيها تجدها الجامع بينها كلها الأمان يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنين الشرع ان الشرع هو محل للأمان ليه؟ بدل من نتجمع كلنا وكلنا عندنا مصلحة ان احنا نمشي في الطريق ده يبقى الشرع ده أمان اقول لكم حاجة انا دايما بتبنى فكرة ان الشرع ليه حرمة الشرع ليه حرمة وتعاملنا مع الشرع لازم يكون انه مكان محترم احنا عملنا شيء سيء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الطريقة حقه واحنا وصمنا الشرع احنا لما منحب نشتم حد نقول له ابني شوارع او ان ده شوارعي انا قاسف التعبيرات اللي خلاص بقت التعبيرات ده ده تعبيرات وصمة بس الشرع حضرت النبي بيجعله محل للحرمة ليه حرمة محدش ينفع انه يتعد عليه في الشرع فيه ناس بتجاوزها في الطريق ممكن يدخلوا تحت قوله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امانوا لهم عذاب قليل ليه لانه بيعمل حاجات تعمل ايه تنشر سوء الاخلاق في الطريق حتى من دوات كمان يدخل كمان التحرش في النساء في الطريق لكن كمان من عادة المرأة ان هي ما بتستحملش المنازل المرعبة او الافعال اللي غير مناسبة يبقى ترويع الناس في الشرع حرام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلوا لمسلمين ان يروع مسلما لازم يكون عندنا ما اسمي انا اخلاق الشارع فما عندناش حاجة خطر في الشارع الشارع ما ينفعش يبقى خطر ولازم فيه نحافظ على قيم المجتمع ما ينفعش المجتمع ده يبقى نهبة انتوا عادفين كويس جدا ان المجتمع لما بازت منظومة ان الشارع لما بازت منظومة اخلاقه البيوت انت والبيوت حزنت لما الشارع بقى مكان للمعارك ومكان انا اسف انا اسف انا قلبي موجوع ان فيه حد يتقتل في الشارع مش هنقدر نصبر على ده وخاصة لو كانت امرأة ما كانش ده ممكن يحصل واحنا نقول اجراءات النهاردة عشان الكلام ده ما يتكررش في شواعنا وفي طرقاتنا علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان الواحد لو ماشي في الطريق ومعاه سلاح او معاه حديدة عليه ان هو يعمل ايه يغطيها عشان ما يعرضش اي حد للخطر وعلمنا ان من الاداب ان انت تمشي في الشارع ان لو عاكس سف السف يبقى في غمده يبقى المفروض يكون الشارع باب يسر مش باب عسر ولابد ان يكون اكتر مكان الناس مفروض يعيش فيه في امان وسلام والشارع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشخص اللي بيفعل شيء يؤذي الناس في الطريق باللعن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قالوا ومر لعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشخص اللي بيعمل أذى في الطريق ملعون يعني أنت لو عملت حاجة تأذي حد حطيت عربيتك بالعرض فقفلت الطريق على الناس أو كسرت على واحدة ست أنت ملعون بلاش كده بلاش نعمل الكلام ده الطريق اللي بيأذي الناس في الطريق هو بيعرض الناس كلها للخوف والرعب اللي يحافظ على حرمة الطريق ويسعى للحفاظ على هذه الحرمة جزاء مغفرة من الله سبحانه وتعالى زي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق واجد غسن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له يبقى الراجل اللي لقى بس شوك في الطريق فنحاه إيه اللي حصل الله سبحانه وتعالى شكر له هذا الفعل لأنه منع الأزى عن ناس كتير بتمشي في الطريق ده يا سيدة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالمرأة أنا في حلقات التدين المصري أنتوا عارفين أوي أننا دايماً بتكلم على جمال التدين المصري لكن لما يحصل خلل في هذا التدين أنا أقلأ أنا أقول لكم حاجة كان أحد الأشياء اللي عملتها طيرات متطرفة وعملوها أنهم خلوا الناس يسيبوا الناس اللي هم ماشيين في الشارع وخاصة الستات يسيبوهم يتعرضوا للخطر عارف ليه؟ لأنهم شايفين أنهم ما يستحقوا ده إيه اللي نزلهم من بيوتهم؟ لا إحنا ما عندناش كده الشريعة ما بتقول لناش كده الشريعة بتقول لنا أن إحنا نأمن المرأة إذا نزلت للطريق يبقى لازم نعمل إيه؟ لازم نتكاتف لحمايتها مهما كانت حتى لو كانت مش على صورة التدين اللي أنت بترتضي لأن رسول الله لما أمرنا أن إحنا نستوصي بهن خيراً ما حطناش قيد غير أن هم بس محتاجين لهذا لهذه الوصية يبقى إحنا اللي نعمله دلوقتي لازم منظومة الأخلاق كانت تتطور منظومة الأخلاق بتاعت الجدعان تتطور يبقى الجدع دوة شخص حامي شخص بيحفظ أداب وأخلاق الطريق وعشان كده لازم نعمل إيه؟ من غير ما نبتعد عن سيادة القانون بل إحنا نعمل ما يحقق لنا سيادة القانون نعرف أن الناس كتيرة لو شافوا أن امرأة بتتعرض لأي مشكلة أو أي نوع من أنواع العنف في الطريق بيخافوا على نفسهم لحسن المجرم ده أو اللي بيحاول يتعرض لامرأة ممكن يكون معاه سلاح زي صاحبنا اللي كان زي صاحبنا اللي ده وكان معاه آلة حدة طب ويبقى الحل وإيه بقى؟ الحل شوية إجراءات لازم نعملها ترجمة نانسي قنقر